كان فيه فيديو كان بيصوروا فيه القلعة يعني فيديو انتشر تونت فيرل على السوشال ميديا كان فيه بلدوزر القلعة القلعة صراحة دين والناس بدأت تساءل هل بيهدوا القلعة هل إيه اللي بيحصل ولكن اللي حصل أنه هو فيه مبنى يعني وزارة الأثار تلعت قالت وبرحت الدكتور أحمد يوسف المتحدث بإسم مزارة السياحة والأثار قال إن ده مبنى كان بيتم التجديد فيه بقى لهم يعني كتير قوي كان بيتجددوا عشاني ناسي بشكل القلعة ولكن بعد كده قرروا هما يعني هيزيلوا خالص المبنى ده الناس كانت بتقول هل هو مبنى يعني أثري مبنى إيه بالزبط ولكن هما وضحوا إن ده مبنى إداري مش أثري أوكي فبرضو يعني حسندي حاجة يعني الفيديو وينت بيرل كتير قوي والناس كانت فكرة إن هما لأ ده القلعة خلاص بتتهد أنا حاسة إن الناس كمان بسبب موضوع فكرة اللي هو هرم منقرع وإن هما عايزين يعملوا فيه تصليحات وإشغالات ومعرفش بقيت الناس حاسة إنه كل حاجة في مصر أثرية أو لها تراسع بالنسبة لنا بيحاولوا دلوقتي اللي هما يجددوها ويغيروا فيها فالناس بقيت in panic mode عندها فعل in panic دي حقيقة فيمكن عشان كده الناس مركزين قوي مع الحاجات دي وطبعا إنه حاجة أثرية عظيمة فأكيد يعني حاجات تستهل إن السوشيال ميديا تتقل لها وبرضو هي وزارة الأثار قالت إن الببنة ده يعني المنطقة اللي هناك في القلعة فيها سبع أثار مسجلة وإن الببنة ده مش واحد منهم أوكي فهت make sense إن هما ممكن يزلو أو كده يعني وكمان هو مبنة يعني إداري مش مش أثري طب إحنا بنقول لكوا يا جماعة طمنوا طمنوا ومفيش أي حاجة في القلعة زي ما هي بس كويس يعني إن هي تتجدد أو بيعملولها يعني تجديرات ترميمات يعني حاسة دي حاجة بس ناس كتيرة بتبقى يعني بس وبرضو شاركونا إيه رأيكم في التعليقات إنه ناس كتيرة بتشوف إنه الحاجات دي حتى لو مع الوقت مش عايزة أقول بوزت يعني لو مع الوقت اللي هو إدمت أو كده أو أثر عليها يعني العوامل أثرت عليها الناس بتشوف إنه لأ نسيبها زي ما هي عشان هي كده ودهتوا الراس وده يعني هي كده ما نغيرش فيها وإلا مش هتبقى هي هي نفس الحاجة في الناس بتقول عادي عشان المظهر الجمالي لها يقول إنه بضل محافظين عليه وبرضو إن ديها أماكن بيزولها السياح والكلام ده فأنتي بقى on which side مثلا ممكن نعمل شوية تجددات فيها يعني بس أو إصلاحات مش تجددات يعني المبنى يكون محافظ على نفس شكله وعلى كل حاجة التراث بتاعه ولكن يعني عملنا ترميمات فيه عشان بس بردو ما إحنا لو سبناه كده ما ممكن يتهدف أي لحظة بس صحيح